اشتركوا في القناة في السنوات الماضية الى ان تقارير صحفية اكدت هناك قصة حب من طرف واحد من قبل جمال وليس علاء وكانت شريهان من اقصر الفنانين حماسا خلال صورة 25 يناير اللي نادت باسقاط نظام حسني مبارك وتساءل البعض هل ستخرج عن صمتها ام لا وبعد مرور سنوات كتير على خروج الشائعات اللي بتؤكد ان سبب ابتعاد شريهان هو قصة الحب اللي جمعتها بجمال مبارك اكدت صحيفة الفجر ان قصة الحب لم تكن مع علاء بل مع شقيقه جمال وكانت من طرف واحد ونشرت الصحيفة ان جمال كان بيحب شريهان جدا واستشعر ذلك صفوة الشريف اللي كان وزير الاعلام وقتها ودعاه لحضور تصوير لفوزير شريهان وتقدم بعد ذلك للزواج منها ولكن والدتها رفضت ذلك بسبب صغر سن شريهان حيث كانت لم تتجاوز 18 من عمرها وعن قصة تعرف جمال على شريهان ذكرت صحيفة الفجر انه تم عن طريق صديق مشترك بينهم وهو عمر طنطوي اللي كان بيدرس مع جمال في الجامعة وعمل كمدير في مالها ليلي بتصهر فيه شريهان بعد انتهاءها من مصرحية علشان خاطر عيونك مع فؤاد المهندس ولتأكيد هذه القصة اعلنت الصحيفة ان شريف طنطوي شقيق عمر تزوج من ريم ابنة جيهان اخت شريهان وتولت شريهان تنظيم الفرح اللي احياه عمر دياب وسامير سعيد ودعيا له جمال ولكن لم يحضر بناء على تعليمات من والدته بالابتعاد عن شريهان وكذلك لم يحضر عمر طنطوي خوفا على مشاعر صديقه واشرت الصحيفة ان شريهان لم تحب جمال نهائيا حتى لم يتمكن من وضع بصماته على قلبها ويذكر ان فور الحادثة اللي حدثت لشريهان خرجت الشائعات لتربط بين الحادث وعلاقتها العاطفية بجمال مبارك وان سوزان مبارك رفضتها لذلك قررت ابعدهم عن بعض وشارقت شريهان في صورة 25 يناير ونزلت ميدان التحرير لتهتف بسقوط مبارك ونظامه وجددت بظهورها الحديث عن الماضي وقالت وما زالت تقول الوقت لم يأتي بعد للكشف عن الأسرار ربما الشهرة والصروة كانت بلاء على شريهان ففي عام 1989 تعرضت لحادث مؤلم بمدينة الأسكندرية ما زالت أسراره تحتفظ بها شريهان وحدها حتى يأتي يوم لتكتشف الحقيقة لتكشف الحقيقة وقصة شريهان ما حدث وقالت هيحتفظ بأصل القصة لحد ما ييجي يوم وحكيه الحادثة صعبة جدا هي فعلا سيارة قلبت كذا مرة ظهر تكسر والعمود الفقري والحود تكسر العظم دخل في النخاع الشوكي خلاص شريهان ضاعت تعبتي جدا جدا علشان أقدر بس أقف تعبتي من الأقلام كنت محتاجة حدي طبطب عليها كانت الخراطيم مالية جسمي وفضلت سنين في باريس وأصيبت أيضا شريهان بسرطان الغدد اللينفوية أحد أخطر وأشرس أنواع السرطانات ومرة أخرى بيؤكد الأطباء أن شفاقها مستحيل قبل أن يجروا لها جراحة تستغرق 18 ساعة ثم استبدال عضلة من الفغز بعضلة الوجه بعد استقصالها مع الورم وبتقول شريهان اتوضيت قبل دخولي غرفة العمليات كنت على يقين أنها قابل ربنا بعد تأكيد الأطباء أن الناجين من هذا المرض لا يتعد الواحد في المية بعد العملية خضعت شريهان لعلاج كيماوي طويل ومؤلم ووصل وزنها لأكتر من 117 كيلو وقالت ملامح تغيرته شكل جسمي وفي الكعبة لقيت مصليات سمعوا صوتي وقالوا لي أنت صوتك شبه صوت شريهان يلا ندعي لها لتكمل باكية الله يسمحكم دعتول كتير أنا دلوقتي فخورة بالمرض والابتلاء وبابتلاء ربنا لي وبحب الناس اللي حوطت ورغم أنها وعدتي الأعلامي محمود سعد أن تتواجد معاه في لقاء طويل لتكشف عن أسرارها إلى أنها تراجعت وفي الوقت اللي نفت فيه علاقتها بجمال مبارك أكدت اعتماد خرشة زوجة أبيها هذه العلاقة وقالت أنها نصحت شريهان بالابتعاد عنه وشريهان قالت أن لها حق عند القضاء منذ أن ولدت ولكن يبدو أنها لم تكرر بعد أن تكشف المصدور